اشتركوا في القناة لا ينزم علي هجرهم على كل الأحوال إلا أن ينفر عليهم حين لقائهم عرضا دون قصدا أرجو التفصيل إن أمكان بارك الله فيكم الجواب بهذا أن مخالطة العصات والمشركين والكفار المنافقين فيها تفصيل إذا كان يخالطهم لأجل الدعوة إلى الله ونصيحتهم ونصيحتهم والبيان لعلهم يتوبون لعلهم يرجعون فهذا ما أمورهم به ليبعوه إلى الله أما مخالطتهم من أجل الإنس بهم وانشراح الصدر معهم ولا ينكر عليهم ولا يناهم هذا لا يجوز فهذه طريقة بني إسرائيل الذين لعنهم الله لعين الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون شوف كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه هذا هو السبب هل يكون الإنسان سلبي مع الناس إذا رأى من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وإذا أنكرت بقلبك لا تجالسهم إذا متعد عنهم فإذا جالستهم فأنت لم تنكر بقلبك الحاصل أن مخالطة العصات وغيرهم من أهل المخالفات فيها تفصيل من كان في مخالطته نصلحة دينية بأن ينصحه ويبين له ويدعوه إلى الله هذا واجب أما من يسالمهم ويؤكلهم ويشاربهم وينبسط معهم فهذا ما ملعون على لسان عيسى على لسان داود وعيسى بن مريم ومحمد صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السبيب ولتأثرنه على الحق أطراء أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض هم يلعنكم كما لعنهم هم يلعنكم كما لعنهم نعم لابد من التنبيهة أن الدعوة إلى الله ودعوة العصات والمسلكين والكفار لابد لها من العلم أما الجاهل فلا يصلح خالطهم لأن ما عنده علم يبي يبين وينصح أو يمكن يدعو إلى الله على جهل ويجيدهم شر فلابد يكون عند الإنسان علم بحيث يستطيع يأمر على بصيره وينهى على بصيره ويعلم ويدعو إلى الله على بصيره تنبهوا لهذا اللي ما عنده علم لا يدخلها الميدانها يبعد نعم ترجمة نانسي قنقر